بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نبدأ محاضرتنا اليوم وهي المحاضرة الرابعة بالجزء الأول لموضوع المحاضرة لهذا اليوم تتعلق حول كيفية حساب العدد الصواني باستخدام الطريقة التحليلية مثل ما عرفنا طلاب احنا سابقا اخذنا بالمحاضرات السابقة حساب عدد الصواني بطريقة الرسم الان راح نبدأ ناخذها باستخدام الطرق التحليلية قبل ما نبدأ باستخدام هذه الطرق التحليلية راح نعمل على معرفة مصطلح مهم وهي كيفية حل هكذا موضوع عندما نأخذ عندما نتعرض الى ظاهرة تدعى بالتوتل رفلكس توتل رفلكس مثل ما نبين هنا عندكم طلاب هي عبارة عن ظاهرة من اسمها كتوتل رفلكس اقصد بها احنا جميع المواد المتقطرة التي تظهر من اعلى البرج راح ترجع الى البرج مرة ثانية من الاعلى يعني معناتها انا ما عندي ناتج راح استخدمه في عملية ثانية او ناتج واللي هو انا اريده من فائدة عملية التقطير كل المواد المتقطرة اللي راح تطلع من الاعلى على شكل بخار ونكثفها باستخدام الكوندينسر راح ترجع مرة ثانية الى الدستيليشن وتدخل من اعلى البرج عند حصول هذه الحالة راح يصير عندنا اهنانة من نقول توتل رفلكس كنتيجة نهائية معناتها راح نحصل على اقل عدد ممكن من الصواني راح نحصل على اقل عدد ممكن من الصواني اشلون هاي الحالة احنا عادة سابقا قالت او كل الفناح قانون الفناح هو القانون الفناح او معنا Skeleth المقطرة من الناس راح تحدث attracting من الناس مثل الكامل السابق إذن مش importante قانون الفناح الناس لا يوجد قيمة D لا يوجد قيمة D لن يذهب خارج البرج وستخدمه بعملية ثانية أو منتج نهاي معنى D لديه قيمة صفر من D يكون قيمة صفر فأي كسر المقام يكون قيمة صفر فقيمة R ستكون قيمة صفر فقيمة R ستكون قيمة صفر نعم طلاب هذه الرقم 1 اتعلمنا بالاستخدام 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 إذا تتذكرها معادلة بالاستخدام بالاستخدام السلوك ماتي هو كان R على R زائد 1 هذا السلوك من عندي من عندي و المقام أيضا انفينيتي سيكون هذا كمقدار ككسر السلوب تقريبا يكون قيمة 1 لأن عدد كبير على عدد كبير سيكون قيمة 1 السلوب من يكون انفينيتي و المقام أيضا إلى المقام التي تتحرك هذا الرسم الموجود في الأسفل من موجود هنا من قيمة XD و اسقط هذه قيمة XD و ارسم الهدوات على طريق الانترسكشن XZ على R زائد واحد خذناها في المحاضرة السابقة كيف نوصلها؟ هذا هو الانترسكشن 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 الآن في هذه الحالة في حالة تقول لنا total reflex هذا الانترسكشن لا يرسم لماذا؟ لأنه سيكون قيمته 1 ماذا يعني أنه سيكون قيمته 1؟ سأمسح هذه الحالة معنى ذلك الانترسكشن سيقوم بمحاضرة الخطة 45 سيقوم بمحاضرة الخطة 45 هذه نتيجة من؟ نتيجة total reflex نتيجة total reflex نتيجة total reflex نتيجة total reflex تقوم بمحاضرة الخطة 45 لديه نقطة XZ على خطة 45 هنا هذه نقطة XZ تقوم بمحاضرة خطة 45 ما يوجد تقاطع كل ما يوجد تقاطع مثل ما أخذنا من Q line كل ما يوجد تقاطع على خطة XW كل ما يوجد تقاطع على خطة 45 أريد أن تقاطع أريد أن تقاطع على خطة 45 أريد أن أرسم أريد أن أرسم مطلع بالرسم عدد الصمواني النظرية المساحة المحصورة بين quill problem data وهو هذا الخطة وال служب خطة ولكن أرسمك بحسب عدد الصمواني أراعنا أن المساحة المحصورة ستكون جديدة كما أريد أن أريد أن أرسم أريد أن أرسم كي من نقطة XZ وأريد أن أرسم أريد أن أريد أريد أن أريد أريد أن أريد أن فالرسم لدي عدد الصواني ولكن هنا انا طلاب دعوه ملاحظة ببالكم بما انه المساحة اللي رح ترسم بها هاي عدد الصواني اللي رسمناها عدد الصواني هاي المساحة كل ما تكبر معناتها عدد الصواني رح تصغر لاني جرفت شيء ياخذ مساحة الافق ويرجع ينزل عامودي رح ياخذ جزء كبير من المساحة كل ما المساحة اللي هي بين الاكوليبريام كيرف والاكوليبريام كيرف كل ما تكبر معناتها هاي عدد الصواني اقل هذا حدث نتيجة التوتال رفلكس حدث نتيجة التوتال رفلكس وبالتالي اذا عرفنا فالظاهرة صارت عندنا بانه من يقول توتال رفلكس معناتها سنحصل على اقل عدد الصواني طلاب نتيجة المساحة الموجودة تربط بين الاكوليبريام والاكوليبريام اذا مساحة قلت سنزيد من عدد الصواني هذا هو الظاهرة من يقولي توتال رفلكس هنا طلاب سنأخذ المعادلة كيف نحسب عدد الصواني النظرية كمينم المعادلة في حالة التوتال رفلكس في حالة التوتال رفلكس بما انه نحن نتحدث على التوتال رفلكس ومعنات التوتال رفلكس موجود في اعلى البرج وبالتالي سنبدأ بالاكوليب 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 المعادلة في اعلى المحاق الصفحة بالاكوليب هذا من المنوع من المنوع من المنوع من الصواني نتيجة التوتال رفلكس نتيجة التوتال رفلكس كاشتقاق طلاب لا مطلوب من عندكم تحفظوا فقط تحفظوا المعادلة النهائية فهو يبدأ من ال الوقترات التوتال رفلكس ضمن قبلها للمعادلة النهائية فقط أفهمكم فالشيء وهي تذكرونها التطايرية هذه التطايرية حسب هذا القانون معناتها هذه التطايرية مع المنية مع المادتين لماذا؟ لأنها لاحظت الألفة ساوينا Y A على X A على Y B على X B إذن معناتها هذه التطايرية موجودة هنا ألفة A B ألفة يسموها A B معناتها الخليطة وهو خليط متكون من مادتين هذا معناتها مثل ما أخذنا سابقا ألفة A على ألفة B و هذه الألفة A أخذناها سابقا Y A على X A Y B على X B ومن ثم يسموها في حالتين هذه هي نسبة المادة A كطور فيبر نفس الحالة بالنسبة للمادة B والX A والX B معناتها نسبة للمادة كطور سائل هنا عرفنا أن التطايرية ألفة A B أقصد بها هنا هي التطايرية لخليط متكون من مادتين من أقول ألفا A معناتها المادة A هي موجودة بالبسط والB هي الأساس مادة T موجودة بالمقام هذا على المدروح نشوف شنية المعادلة التي تدعى هذه المعادلة حسب ما موجود عدكم هذا السلايد هذه المعادلة هي معادلة حساب معادلة حساب minimum number of tray minimum number of ideal tray هذه المعادلة تدعى بالفينيس هذه المعادلة تدعى بالفينيس هذه المعادلة تطبق total reflex لا يوجد مشكلة بالنسبة لكم بس يطلب من عدكم minimum number of ideal tray باستخدام الفينيس نكتب هذه المعادلة هذه المعادلة المعادلة хочет ان Kä fat ال commencer نكتب ال Cheese س psychopath الي سات نكot هذا سيد نكتب من العداء نكتب ال esper المعادلة يضب الى لوق ال Sud نكب الى لوق هذه المعادلة 대ærael Live ناقصاً واحد ناقصاً واحد الـ XD والـ XW الموجودة بالبص نحن نعرفها هي مول فركشن مول فركشن للمادة شنوان وين موجودة الـ XD بالمادة بالجزء العلوي من برج التقطير يظهر بالأعلى نسبة المادة في الجزء العلوي الـ XW هي نسبة المادة وين موجودة في البطن في الجزء السفلي من البرج الـ Alpha Average هي تطايرية الخليط Alpha Average هي تطايرية الخليط هذه المعادلة مثل ما قلت لكم هي تستخدم لحساب minimum number of idle tray باستخدام معادلة الفينيسك equation تدعى بالفينيسك equation في نهاية هذا الجزء سوف ننهي هذا الجزء من المحاضرة التي تعلمنا كيفية حساب عدد الصواني كمينمم في حالة Total Reflex إن شاء الله الجزء الثاني سوف نعرف كيف نتعلم حساب minimum reflex ratio وشكرا جزيلا لكم على المتعالي بالمتعالي الخطواني في المتعالي ترجمة نانسي قنقر موسيقى